قال مصدر حكومي مسؤول ان ما اقدمت عليه ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي في ارخبيل سقطرة انقلاب مكتمل الاركان قوض مؤسسات الدولة في المحافظة ونفى المصدر صحة المزاعم التي روجت لها عدد من الصحف ووسائل الاعلام عن وجود اسلحة وغنائم في سقطرة ادت الى نشوب مواجهات مسلحة بين الجيش وميليشيات المجلس الانتقالي واكد ان هذه المزاعم عارية عن الصحة وتهدف الى حجب الحقائق عن الرأي العام الذي اصبح مطلعا على كافة تفاصيل الاعمال التخريبية والاجرامية التي تقوم بها ميليشيات في سقطرة ومحاولة من هذه الصحف والوسائل لتبرئة هذه الميليشيات من جريمة التمرد والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع اهل سقطرة المسلمين الامنين وتقويض مؤسسات الدولة في المحافظة واوضح المصدر ان هذه الميليشيات شنت هجوما بمختلف الاسلحة المتوسطة والثقيلة مستهدفا مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين واقتحمت المعسكرات والمقرات الحكومية مجسدة بذلك السلوك العصابات وقطاع الطرق واضف ان المجلس الانتقالي بهذا السلوك قدم من الادلة والبراهين ما يكفي لاثبات انه مجرد ميليشيات متمردة تقوم باستنساخ خطوات التمرد الحوثي وتنفيذها بحذافيرها في بعض المحافظات الجنوبية واكد المصدر ان الحكومة لن تقبل بهذا العبث ولن تتهاون ابدا في مواجهة اعمال التمرد والفوضى التي يمارسها المجلس الانتقالي وميليشياته المسلحة سواء في سقطرة او اي مكان اخر من البلاد كما دع التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الى الزام ما يسمى المجلس الانتقالي بايقاف العبث والفوضى والاعتداء التي تقوم بها ميليشياته وتنفيذ بنود اتفاق الرياض